لطالما لجأت روسيا إلى استخدام حق النقض الفيتو على مدى حروبها بالأمس في الشيشان وأفغان السنة وبعدها سوريا واليوم في أوكرانيا فهو الأدات الفعالة التي استخدمتها موسكو في مجلس الأمن الدولي لوقف أي محاولة لمسائلتها بشأن جرائمها ولضمان حماية نفسها من المحاسبة الدولية الأمر الذي يمثل تحديات وعقبات في ملاحقتها بتهم ارتكاب جرائم الحرب صحيفة نيويورك تايمز رأت أن المحاققين الذين يجمعون أدلة جرائم الحرب المحتملة بأوكرانيا يواجهون صعوبات هائلة في عملهم الذي يقول الخبراء إنه أكبر جهد في التاريخ لمحاسبة مجرمي الحرب وتقول صحيفة الأمريكية إن واحدة من الصعوبات التي تواجه فريق الخبراء في أوكرانيا هي أن التحقيقات جارية بالتزامن مع احتدام الحرب في أرجاء البلاد رغم تأكيد كبير المدعين العامين يوري بيليسوف بحدوث جرائم وانتهاكات ضد الإنسانية الأمم المتحدة دخلت على خط الأزمة وشكلت بدورها لجنة للتحقيق في الانتهاكات بأوكرانيا على رغم من عدم استطاعتها إنشاء محكمة رسمية بسبب وجود الفيت الروسي في مجلس الأمن أما المحكمة الجنائية الدولية فقد انضمت للتحقيق الأوروبي والأممي حول جرائم الحرب الروسية المفترضة بحق الأوكرانيين رغم الانتقادات على بطء عمل المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق بجرائم الحرب هنا وهناك وعدم استطاعتها محاكمة مجرمي الحرب كلهم هي إذن مهمة طويلة وشاقة ينتظرها الأوكرانيون في حرب ما زالت مستمرة مخلفة معاناة إنسانية كبيرة وجرائم حرب متواصلة يحتمي مرتكبوها الروس بحق النقض أمام أي مشروع قرار دولي لإدانتهم ومحاكمتهم